هاي جايز زيكم يا معلمين عاملين ايه طلاب وطلبات الصف الثالث الاعدادي الفيديو اللي فات احنا اخدنا طريقة تكوين السؤال وايه هي اجزاء السؤال والسؤال بيتكون من ايه في الانجليزي تمام جميل جدا ما فيهاش اي مشكلة بس في طلبة قالوا يا مس حلو خالص ان احنا عرفنا السؤال واجزاءه وفيه سؤال بيتكون بيبقى اوله وفعل مساعد وفيه سؤال بيبقى اوله وادات استفهام طيب ماشي حلو بقى افرض احنا بقى جالنا جملة ازاي نكون عليها سؤال برضو عايزين نعرف لان الطريقة بتختلف شوية في الازمنة الفيديو ده هنتضرب فيه شوية على طريقة تكوين السؤال احنا هنشرح تقريبا على جملة واحدة تمام الجملة دي هحطها لكم في ازمنة مختلفة يعني في زمن مثلا المضارع البسيط نحطها في زمن المضارع المستمر مرة نحطها في زمن المستقبل ماشي نحطها في زمن الماضي خلاص وهنشوف مع بعض طريقة تكوين السؤال يمكن هي دي الجزئية اللي تهمكو اكتر تمام ياريت اللي هيتابع معايا الفيديو ده يكون شاف الفيديو اللي فات علشان يقدر يتابع معايا اكتر بصوا كده معايا لو جات لكم جملة زي دي جملة سيمبل جدا بسيطة جدا ما فياش اي مشكلة بيقول لي علي بيلعب تنس حلو الكلام طبعا هنا الفاعل وادي الفاعل وادي المفعول زي كده ما بتاخدوا بالعربي يعني انا بحاول اقرب لكم ما فيش مقرنة ما بين العربي والانجليزي في القواعد بس يعني بنحاول نقرب الفكرة شوي طيب انا عندي الفاعل اوكي الفاعل هنا علي جدي اسم ممكن يكون ضمير يعني ممكن انا اشيل علي دي واقول بدلها هي بتسكين فيش اي مشكلة وهنا بلاي الفاعل تمام بس طبعا الفاعل الجي في نهايته اس خلاص عشان علي ده مفرد فالفاعل هنضف له اس طبعا الجملة دي في زمن ايه في زمن المضارع البسيط مضارع ايه بسيط تمام عرفنا ازاي ان الفاعل ما تضف له اس مع الفاعل الايه المفرد طيب لو جي قالك مثلا كون لي سؤال ساعات بتيجي كده مثلا في الديالوج او المحادسة اول ما شوف جملة بالشكل ده ومش بدأ بيس ولا نو يبقى انا كده هكون سؤال مبتدي باداة استفهام حلو الكلام لحد دلوقتي طالما الجملة اللي قدامي ما فيش بدايتها يس او نو يبقى انا هبتدي باداة استفهام اوكي طيب اجزاء السؤال كانت بتقول ايه اني بتيجي اداة الاستفهام ووراها فاعل مساعد وبعد كده الفاعل والفاعل الاساسي وبنكمل باقي الجملة طب احنا عايزين بقى انطبق ده طيب لو انا عندي الجملة ديت وانا مسلا الاول احدد عشان اعمل سؤال على جملة زي كده احدد الجزئية اللي انا هسأل فيها انا ممكن الجملة دي اكون عليها سؤالية تمام ازاي انا ممكن اسأل عن علي تعالوا كده مفكر بالعرب شوية عشان نبسطها اكتر ممكن اسأل عن علي واقول ايه مين اللي بيلعب تنس مين هو من تمام فهتبقى الاجابة بتاعتي علي حلو الكلام طيب ممكن اسأل عن الجزئية دي اسأل عن المفعول ممكن اقول هو علي بيلعب ايه ماذا يلعب بيلعب ايه فالاجابة هتكون انه هو بيلعب تنس اوكي نكون سؤال عن علي وسؤال تاني عن تنس اوكي طيب فانا دلواتي عايزة اكون سؤال على علي عايزة اقول مين اللي بيلعب تنس من من اداة استفهام بالانجليزي تبقى هو ياس فهكتب هو اوكي اسهل سؤال ممكن تكونه باداة استفهام اللي هو هو كل اللي انا بعمله ان انا بشيل الاسم اللي انا بسأل عنه وهقول هو بلاي ستنس مين بيلعب تنس خلاص يبقى انا كده كونت ايه السؤال بس ده في حالة هو بس سهلة جدا مفيش اي مشكلة هو بلاي ستنس مين اللي بيلعب تنس فانا هعمل ايه هنحزف اداة استفهام وهجيب بدلها علي عشان انا بسأل بقى مين العاقل الاسم العاقل فهقول علي بلاي ستنس اوكي طيب جميل فاش اي مشكلة طب تعالوا كده نفتكر اجزاء السؤال مع بعض احنا كنا بنقول اجزاء السؤال ايه هنخليها قدام عينينا عشان ايه يعني نفتكر اكتر بصوا كده معايا هنا كان تكوين السؤال اللي قلناه في الفيديو اللي فات اني ببتدي باداة استفهام وبعد كده فعل مساعد فاعل والفعل الاساسي وبعد كده باقي الجملة دي اجزاء الايه السؤال طيب انا عايزة اسأل عن اه تنس فهقول ايه هقول ماذا يلعب علي علي بيلعب ايه فهقول ايه ماذا تبقى ايه اداة اللي استفهام عندي اللي انا هطبقها في الاول هتبقى وات اوكي وات جميل طيب تعالوا بقى للفعل المساعد اللي انا بختوره طبعا هنا لو بصينا في الجملة هل فيها اي فعل مساعد من الافعال اللي احنا قلناها قبل كده verb to be اللي هو am و is و are او was or where او verb to do do does و did ولا verb to have لا ما فيهاش ده الفعل الاساسي بتاعها اللي هو play ومضاف له اس طيب يبقى انا هجيب فعل مساعد من عندي مناسب لزمن الجملة طيب هو زمن الجملة ايه يا استاذ زمن الجملة مضارع طيب يبقى الفعل المساعد اللي انا هجيبه من عندي هيبقى مناسب لزمن الجملة فهيبقى الفرب ايه do ولا does ولا did لا نركز شوية هيبقى do او does طب ماشي احنا خلينا في المضارع عشان راحنا بنقول الجملة في زمن المضارع هنستبعد did ماضي طيب هنا عندي الفعل فيه اس فهسأل ب does الفعل المساعد هيبقى does ليه ما قلناش دو عشان هنا الفعل فيه اس فلازم اجيب does تمام وكمان عشان الفعل مفرد what does جميل الفاعل بقى الفاعل عندي هنا مين في الجملة علي فهقول what does علي what does علي طيب يبقى انا كده جبت اداة الاستفاهم فعل المساعد الفاعل الفعل الاساسي الفعل الاساسي بتاع اللي في الجملة اللي هو play اوكي طيب انا لما هكتب play بقى هكتبها زي ما هي كده قالك لا شكلها يتغير شوية هنحذف الاس اللي في الاخر طب ليه ما احنا جبناها هنا في دص تمام فهقول what does علي play يا طرى علي بيلعب ايه stop نكمل بقى وننزل تنس لا ده انا بسأل عن الجزئية دي فدي هتكون الاجابة بتاعتي فهقول what does علي play علي بيلعب ايه لو انا عايزة اجاوب على السؤال هنحذف اداة الاستفاهم هنحذف الفعل المساعد وهقول علي play وهضف لها s عشان هنا يضرز فيها s علي play stance جميل طيب ده في زمن المضارع تعالوا برضو ناخد نفس الجملة هي هي اوكي بس بدل ما هخلي الفاعل مفرد تعالوا مثلا نجيبه ضمير جمعة او اسم جمع whatever يعني شوفوا الجملة هنا دي معايا برضو الجملة دي في زمن المضارع they play tennis هما بيلعبوا تنس ليه الجملة في زمن المضارع ايش عرفك اولا الفعل بتاع الجملة في المصدر مش منضف له اي اضافات كمان الفاعل عندي هنا جمع they play تمام يبقى ده زمن مضارع بسيط عادي جدا ما فيهوش اي مشكلة كمان الجملة ما فيهاش yes ولا no في الاول يبقى انا هسأل بأداة استفهام هنسأل برضو عن الجزئية دي فهقول what اوكي ها يلا سعدولي بقى قولولي هعمل ايه what اداة الاستفهام اللي هبتدي بيه انا عايزة اسأل اقول ماذا هم يلعبون اوكي فهقول what طيب الفعل المساعد عندي هقول بقى ايه للفعل المساعد do ولا does هنا الverb او الفعل عندي ما فيهوش اس فهسأل بdo ولا بdoes هسأل بdo تمام مع الجمع اوكي طالما الverb ما فيهوش اس يبقى هسأل بdo لو الverb فيه اس هسأل بضز اللي فيها اس اوكي يبقى هقول what do ايه بقى بعد اداة الاستفهام والفعل المساعد الفاعل الفاعل هنا عندي ايه they فهقول what do they play ونزل الفعل الاساسي عادي ما فيش مشكلة جميل هنيجي نجاوب على السؤال ده هقول ايه هحزف اداة استفهام وهحزف الفعل المساعد وهقول they play tennis طيب ما تيجو ناخد نفس الجملة دي بس في زمن الماضي شوفوا هنا الجملة دي بقول ايه they play tennis هما اللعب و تنس ايش عرفك ان الجملة في زمن الماضي ها الفيرب هنا مضاف له ايه دي معنى كده ان الجملة في زمن الماضي الماضي بسيط اوكي طيب تعالوا كده نكون عليه سؤال عايز اقول هما لعبوا ايه انا بسأل كده على حاجة حصلت في الماضي هما لعبوا ايه مش بيلعبوا ايه تمام فهسأل برضو بأداة الاستفهام what طيب الفيرب او الفعل المساعد اللي هيجي بعد أداة الاستفهام هيبقى بقى do ولا does ولا طبعا الفيرب هنا ماضي يبقى هسأل بالفعل المساعد did انا قلت الفعل المساعد انا بجيبه من عندي طالما مش موجود في الجملة يبقى what did they هنا قد تستفهام فعل مساعد فعل الفعل الاساسي بقى ايه play طيب play لما يجي هنزلها هنزلها play كده زي ما هي ولا رجحها لأصلها في المصدر هترجع لأصلها في المصدر هحزف ال-ed تمام طبعا ده فعل منتظم لو فعل شاز هارجعه لأصله برضو ولمصدره فهقول what did they play طب ليه هنا جي مصدر هنا فيه did تمام did في السؤال ما ينفعش ييجي معها الفعل ماضي لازم ييجي في المصدر أول ما شوف did على طول الفعل فيها الفعل معاها مصدر what did they play هم لعبوا ايه لو أنا بقى هجاوب هحزف أداة الاستفهام هحزف الفعل المساعد وهقول they played هضف لها ايه دي علشان did هقول they played tennis they played tennis تمام تعالوا ناخد نفس الجملة بس هخليها في زمن المستقبل البسيط عندي جملة اهي في زمن المستقبل البسيط they will play tennis هما سوف يلعبوا تنس هما هاي يلعبوا ايش عرفني ان هي في زمن المستقبل ويل اهي دي تركيب زمن المستقبل لازم الجملة بيكون فيها ويلقوا بييجي وراها الفعل في المصدر دي بتديني معنى المستقبل ان هي حاجة لسه هتحصل سوفا ويل بمعنى سوفا اوكي طيب جميل انا عايزة بقى اكون سؤال على الجملة دي هنا لو خدنا بلنا من الجملة هنلاقي ان فيها فعل مساعد اللي هو ويل وجاي معاها الفعل الاساسي بتاع الجملة اللي هو play يعني انا كده عندي فعلين في الجملة فعل مساعد وفعل اساسي عايزة اسأل برضو اقولهم هاي يلعبوا ايه ماذا سوف يلعبوا اوكي فهسأل برضو باداة الاستفاهم انا بس مستخدمة جملة واحدة عشان اعرفكم الاختلافات او الفرق بتاع كل زمن ماشي بطبق على جملة واحدة وات طيب هنا وات المفروض يجي بعد اداة الاستفاهم الفعل المساعد طيب الجملة دي بقى انا هجيب الفعل المساعد من عندي لا يا عم الحج ده قدامك اهو الفعل المساعد تمام انا كده مش هجيب فعل المساعد من عندي هاقول ايه وات ويل وات ويل وبعد الفعل المساعد الفاعل الفاعل عندي ضمير دي فهكتب زي وات ويل دي طيب بعد ايه بعد الفاعل ايه الفعل الاساسي الفعل الاساسي بقى اللي هو play فهقول what will they play تمام كده بس أنا كده جبت أداة الاستفهام الفعل المساعد الفاعل كان الضمير وبعد كده الفعل الأساسي لو فيه تكملها هكملها مفيش خلاص أنا كده قفلت السؤال بتاعي what will they play هما هيلعبوا إيه هجاوب على السؤال هحزف أداة الاستفهام اللي هي what تمام وهقول إيه بقى هعمل هنا مقص they will play tennis تمام they will play tennis تمام تعالوا ناخد الجملة نفس الجملة في زمن المضارع المستمر شايفين الجملة اللي قدامكم دي they are playing tennis هما بيلعبوا تنس ده في زمن المضارع المستمر شعرفني إن هي في زمن المضارع المستمر دي تركيبة زمن المضارع المستمر في فعل مساعد اللي هو am أو is أو are أنا بفكركم بس سريعا لازم كمان علشان نفهم تركيبة السؤال لازم نكون عارفين الأزمنا كويس وتكون حضرة في زهننا في هنا verb to be اللي هو بقى بيكون في شكل am أو is أو are والفعل متضاف له ing دي تركيبة المضارع المستمر أي حاجة فيها ing كده تبقى أي حاجة مستمرة فيها استمرارية سواء بقى مضارع مستمر ماضي مستمر أوكي طيب الجملة دي هكونا عليها سؤال إزاي أنا عايزة أقول هم بيلعبوا إيه طبعا المضارع المستمر إحنا عارفين إن هو بيعبر عن شيء بيحصل أثناء الكلام أو بيحصل حاليا ناو دلوقتي أوكي فهقول what أداة الاستفهام اللي أنا أكتبها كل مرة هي ده عشان بس الجملة دي طبعا ممكن تجيلكم جمل أدوات الاستفهام تختلف وبتختلف الأفعال المساعدة وهكذا خلونا في الجملة بتاعتنا هقول what طيب دي أداة الاستفهام الفعل المساعد عندي هيبقى إيه are لأنه موجود عندي في الجملة أنا مش هجيب فعل مساعد من عندي فهقول إيه what are وبعد كده الفاعل الفاعل عندي they وبعد الفاعل إيه أداة الاستفهام فعلي مساعد فاعل وبعد كده فعل أساسي الفعل الأساسي عندي playing بس هنزله بال-ing أوكي عشان فيه are لازم الفربي جمعها فيه ing what are they playing هم بيلعبوا إيه دلوقتي تمام فهقول إيه هحزف أداة الاستفهام وبعد كده هقول هنا مقص they are playing واكمل أهي they are playing تنس هم بيلعبوا تنس أوكي هنعمل مقص ما بين الفاعل والفاعل المساعد ويجي وراء الفاعل الأساسي اللي في الجملة تمام يبقى أنا كده خدت جملة واحدة بس وظفتها في زمن المدرع البسيط مرة مع المفرد ومرة مع الجمع تمام وبعد كده رحنا دخلين في الماضي البسيط وبعد كده المستقبل المضارع المستمر طبعا في الحلقات بتاعتنا هتوضح أكتر الطريقة وهنستخدمها أكتر يعني أكتر مع كتر التدريب والتمرين على حل أسئلة أو تكوين أسئلة على جملة طيب إحنا كده خلصنا من جزئية إن لو في جملة قدامك مش فيها في البداية أو ما فيهاش في البداية يس أو نو يبقى ده سؤال عادي هيبتدي بأداة استفهام لازم أحدد الجزئية لأنا عايزة أسأل فيها أو هسأل عليها علشان أختار أداة استفهام صح افرد بقى الجملة دي برضو هختارها هي هي نفس الجملة دي رح تجيالي في البداية كده شكلها هيكون كده الجملة جات لي بالشكل ده الجملة في زمن إيه يا شباب؟ في زمن المضارع البسيط قد الـ verb عندي هنا في المصدر الفعل عندي في المصدر بدون أي إضافات جايلي في المصدر عشان الفاعل هنا جمع يس جميل جدا أول ما شوف يس أو نوف في بداية الجملة معناها أن أنا هبتدي سؤالي بفعل مساعد مش بأداة استفهام طيب بصوا كده للجملة معايا هي الجملة هنا فيها فعل مساعد فيها مثلا verb to be am أو is أو are فيها verb to do أو verb to have أو الكلام ده كله لا هو بس الفعل أساسي اللي هو play ما فيهاش فعل مساعد يبقى أنا هجيب الفعل المساعد اللي أنا هبتدي بيه السؤال هجيبه من عندي أنا طبعا مناسب لزمن الجملة طب هنا في المضارع والفعل هنا ما فيهوش اس يبقى هسأل بdo ولا does هسأل بإيه بdo طيب do لما تجيلي أول السؤال يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها هل do لما تيجي أول السؤال الفعل المساعد ده يبقى معناها هل فهقول إيه؟ do do they play tennis شوفوا هنا شكل السؤال اتغير إزاي do they play tennis هل هم بيلعبوا تنس فهقول إيه؟ yes they play tennis yes they play tennis كل اللي أنا هعمله هحزف الإيه الفعل المساعد طيب لو جت لي جملة مثلا بالشكل ده yes he plays tennis نعم أيوة هو بيلعب تنس فالسؤال هيكون إيه؟ هل هو بيلعب تنس؟ هل؟ طيب هنا الجملة بدأ بإيه؟ بيس يبقى أنا السؤالي هيبتدي بإيه؟ بفعل مساعد هل في فعل مساعد في الجملة؟ لا هجيبه من عندي طب هنا الفعل في إيه؟ s في زمن المضارع يبقى هسأل بdo ولا does طالما الفعل في إيه؟ يبقى هسأل بإيه؟ بdo does yes فهقول does does he بعد تركيبة السؤال هنجيب الفعل المساعد وبعديها الفاعل اللي هو الضمير he هل هو does he وبعد كده وراها إيه؟ does he play الفعل الأساسي عندي هكتب بقى play ولا plays؟ طبعا طالما أنا سألت بdo's فهحزف الاس فهقول does he play tennis شوفوا شكل السؤال معايا عملي زي does he play tennis هل هو بيلعب تنس؟ فأنا لما جيت أجاوب على السؤال قلت إيه؟ هزفت الفعل المساعد وروحت أقالي yes he plays دفطولها بقى إيه؟ الاس عشان هنا فيه دز فهضيف الاس هقول إيه؟ he plays tennis جملة جات لي بس في زمن الماضي ليه في زمن الماضي الverb عندي فيه إيه دي أهو yes they play tennis أيوة هم لعبوا تنس فالسؤال هيبقى إيه؟ هل هم لعبوا تنس؟ هل هم؟ عشان هنا فيه yes ممكن أحط نوع عادي ممكن أم في الجملة طيب الفعل المساعد عندي فيه هنا فعل المساعد لأ هو فعل واحد في الجملة فعل أساسي يبقى فعل المساعد أنا هجيبه من عندي طيب هنا الفعل هنا ماضي أوكاي؟ يبقى الفعل المساعد اللي أنا هجيبه من عندي هيبقى 도 ولا does ولا did طبعا هيبقى did عشان ماضي فهقول إيه؟ did وبعد الفعل المساعد الفاعل did they طيب بعد إيه؟ فعل المساعد فعل فعل أساسي اللي هو play هقول بقى. طبعا هقول ايه? هيرجع لايه? لمصدره. ليه? علشان في انا ابتديت بيها. اوكي? فالديد يجي معها الفعل في المصدر. اوكي? فهيكون الجملة كده. هل هم لعبوا تنس? هل هم لعبوا تنس? هنا دي بمعنى هل برضو. بس بسأل بيها بزمن الماضي. اوكي? طيب. لو جات لي نفس الجملة. مثلا في زمن المستقبل. لو قلت يس. ايوة هم ها يلعبوا تنس. طيب السؤال بقى قال لك كون سؤال. شفنا يس او نو في اول الجملة. يبقى هابتدي بفعل مساعد. الفعل المساعدة عندي هنا بص يا معلم للجملة. في هنا ويل. وفي هنا كمان فعل. في فعلين في الجملة. يبقى ده الفعل المساعد وده الفعل الاساسي. فهقول ايه? جات لي في اول السؤال هل سوف معناها كده? هل? هل هم هيلعبوا تنس? وبعد الفعل المساعد هيجي للفاعل كل اللي انا هعمله هعكس. اوكي? بس بكل بساطة. فهنا الجملة او السؤال جي عندي. هل هم هيلعبوا تنس? تمام? بس خلاص. اوكي? ناخد جملة بزمن المضارع المستمر. بصوا هنا الجملة معي بتقول ايه? yes. they are playing tennis. ايوة هم بيلعبوا تنس. اوكي? طيب ايش عرفني ان الجملة بزمن المضارع المستمر فيه في شكل ار? علشان هنا دي تاخد ار للجمع. دي ار هنا في ار وفيه فعل ما تضف له اي ان جي. يبقى دي كده تركيبة المضارع المستمر. تركيبة الايه? المضارع المستمر. ام او از او ار. والفرب جي في اي ان جي. طيب انا عايزة اكون سؤال يعمل حاجة على الموضوع ده. على الجملة دي. فهقول ايه? احلى حاجة ان الجملة جي لك فيها فعل مساعد. هو كده رياحك. فهعمل هنا مقص. are they playing tennis? بس خلصت. اهو. ادي الفعل المساعد. جالي في اول السؤال are. ديتني معنى هل? are they. عملنا مقصة هو. are they playing tennis? are they playing tennis? قال لي ايه? yes. they are playing tennis. ايوه هما بيلعبوا tennis. احنا اخترنا للازمنة دي اللي هي زمن المضارع البسيط وزمن المضارع المستمر والماضي البسيط والمستقبل البسيط علشان نوضح طريقة تكوين السؤال سواء عملت سؤال بفعل مساعد أو عملت سؤال بأداة استفهام بدأ في الأول عرفنا دلوقتي إزاي نعمل سؤال بفعل مساعد إذا كانت الجملة بدأ بيس أو نو وإمتى أعمل سؤال بأداة استفهام إذا كانت جملة عادية مفيش في أول هياس ولا نوع هبتدي بإيه بأداة استفهام طبعا أمثلة كتير والجمل كتير هنكتفي بهذا القدر طبعا هيبقى فيه تمارين كتير على طريقة تكوين السؤال هتقابلنا في الفيديوهات ولما نحل تمارين وإكسرسايز مع بعض بس أنا حبيت أبتدي البداية دي معاكم علشان نبقى خلصنا من الجزئية دي لأن هي جزئية ممكن تكون ريخ ما شوية لكتير منكم بس إحنا دلوقتي هنعرف إحنا إزاي كويننا سؤال تمام السؤال شكله اختلف إزاي من زمن لزمن أعرف إزاي الجملة دي في زمن إيه تمام كده هنطول كتير الفيديو اللي جاي إن شاء الله بجد بقى هندخل في المنهج أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي إن شاء الله باي باي